أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن اليوم أقوى وأثبت قدرته على المضي للأمام بثقة ونجاح رغم كل تحديات وبين جلالته لدى اجتماعه بمسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية أن الانتخابات النيابية نقطة انطلاق التطبيق العملية لمسار التحديث السياسية الذي ينضي فيه الأردن بكل ثبات مشددا على أن نجاح هذه الخطوة مسؤولية جماعية وشدد جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على ضرورة أن تقدم الأحزاب برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع وأن يكون أمن الأردن واستقراره وازدهاره أولوية الجميع وبينا جلالته أهمية أن تكون أولويات الأحزاب وطنية وأن تعمل بعيدا عن أي مصالح أخرى كما أكد جلالة الملك ضرورة أن يعمل الجميع يدا واحدة بصدق وأمانة وإخلاص لمصلحة الوطن وشعبه وثمن جلالته جهود الهيئة المستقلة للانتخاب ومرتبات الأمن العام وجميع الكوادر الحكومية التي ساهمت في إنجاز الاستحقاق الدستورية المتمثل بالانتخابات النيابية